ازايكم يا احلى جمهور حكاية هنا قناتنا بتارد كل انواع للحكايات والروايات بشكل مختلف وكمان بنقول اللي عنده قصة او مشكلة بنعرضها له في شكل درامي على القناة وقبل ما نبدأ حكايتنا ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم ويلا بينا نبدأ حكايتنا في قناة حكاية هنا ومؤمن طبعا رجع بهم من المستشفى بعد ما اقنع عايدة بانها تقعد في الشقة اللي فوقهم ومي كانت اسعد واحدة بالفكرة دي وكانت مرحبة بها جدا مؤمن بجد انا مش عارفة اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا وقفيتك جنبي كفاء انك رجعت لنا وماما روح العيلة من تاني بتجمعكم حوالينا واهتمامكم بينا لأول مرة احس ان اخيرا بقى لي اخوات احبهم ويحبوني لأول مرة احس اني ممكن اخرج وانا متطمن على امي ان في حد معاها هيونسها وهيرعيها مؤمن انا بحبك قوي انت اغلى حد عندي في الدنيا دي كلها ياه هو انا عملت كل ده بس ما علش يعني في كلمة كده انت قلتها في الاخر انا ما سمعتاش كويس معلش هي كانت ايه بجد لا انسى الكلمة دي بالذات تتقال مرة واحدة بس وما بتدعتش تاني واحمد ربنا انها تقالت اساسا ماشي يا بنت عيدة حسابنا بعدين بنت عيدة يا ابني انت مفيش عندك القاب خالص ملغية من القمص بتاعك انا كده ومفيش غير كده عندي ها عاجبك ولا مش عاجبك لأ عاجبني طبعا ها 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 هاه وطلعه يتطمنه على هنا واحمد دموعه نزلت على بقهنه والحال اللي وصل ليه معها وبيلف وشه وبصه ولقى فارس واقف مزهول من اللي سمعه فارس انت هنا من امتى انا جيت وهنا بتقفل الباب بس شكلك مزعلها قوي ده بتعيط يا احمد فارس ده موضوع خاص واتمنى ما تتكلمش فيه يا سيدي ماشي ما نتكلمش ماشي لكن هانا بتعيط وانا لازم اتطمن عليها وانت تتطمن عليها ليه بصفتك ايه فارس لا بس من باب الاخوة يعني لا يا سيدي شكرا وبعدان هانا دلوقتي تهدى تعال ندخل نتكلم جوه لان عايزك في موضوع ودخلوا اللي اتنين واحمد انتهز فرصة انه هم لوحدهم وفتح موضوع ندى فارس انت كنت في الجامعة النهاردة ايوة كنت هناك وقابلت ندى واعدت معها شوية ومشيت يا ندى قلتلك ولا ايه لا مش ندى دي هانا اللي قلتلي وقلتلي انك كتير بتروح هناك مش اول مرة يعني وايه المشكلة يا احمد وبعدين هو انا حاسس ليه انك بتحسبني كده انه روحت الجامعة هو الموضوع مدايقك ولا حاجة لا مش مدايقني بس انا مستغرب وايه اللي مخليك مستغرب يا احمد انا ليه اصحاب كتير هناك وانت عارف ولما بقابل ندى بسلم عليها واتكلم معها شوية وامشي يا هانا قلتلك حاجة تانية ولا ايه لا طبعا يا قالت انها شافتك وبس وبعدين صحيها فارس انت لما روحت تقدم في شركة مصطفى بايه ليه معرفتنيش بصراحة انا كنت عايز اقولك لكن مش فاكر ايه اللي حصل ونسيت اكلمك وبعدين انت روحت ومشاء الله بقيت مدير حساباتي الشركة وانا جيت النهاردة علشان ابرجلك لاني عرفت من ندى يا ريت بقى تفتكر صاحبك وتعينه معاك انت اكيد واصك انك اقرب صاحب لي مش كده اقول لي ايه اكيد يا احمد ليه بتقول كده انا بفكرك يا فارس انك بجد اكتر حد كنت بصق فيه كنت كنت بتصق فيه وليه كنت يا احمد مش مقصودة بس انا زي ما قلتلك ان بفكرك وبس يعني اكيد عمر محد فينا هيضر التاني اكيد يا احمد المهم هتعين اخوك ولا ايه تعال يا فارس الشركة بكرة وان شاء الله يبقى ليك مكان معايا بجد تسلم يا عز صاحب لي تصدق يا ودي احمد انت جدع بجد على فكرة انا لسه ما قابلتش طلبك اتعاود ما تحكمش بسرعة وتغلط غلطتي وانت غلطت فيه يا احمد مفيش يا عم المهم تشرب ايه بقالك ساعة قاعد معايا وما قدمتش لك حاجة هو انا غريب احنا اخواتي احمد ياريت نكون كده بجد يا فارس واما احمد دخلت وسلمت على فارس واحمد سألها على والدة ماي وهي تمنته وكانت فرحانة انهم وفقوا يسكنوا فوق واحمد رحب بالفكرة جدا وقال مؤمن بيخطط لها صح جدا ومؤمن بعدها دخل وطبعا قاعد يهزر مع فارس واحمد واحمد قال له ان شاء الله هيصبر وهينول الانت بس ما تقطعش ونادية دخلت لقيت هانا مرتبة البيت ونيمة او بمعنى اصح عاملة انها نايمة وثابتها ودخلت تتوضى وتصلي فرضها لكن ماي كانت واسقة ان هانا صحية هانا يا هانا انا عارفة انك صحية ممكن تقومي وتطمينين عليكي انا كويسة يا ماي بس عشان خطري سيبيني محتاجة نام كده يا هانا انت حتى ما سألتش ماما عاملة ايه وهانا قامت من على السرير اسفة يا ماي ما تزعلش مني والله غصب عني حبيبتي اوعت عياتي انا ما اقدرش هزعل منك ابدا انا بس بقولك كده علشان اقومك تتكلمي معايا شوية هانا انت لازم تفوقي لنفسك وضعك كده غلط حرم عليكي نفسك اكيد هفوق يا ماي بجد انا بحبك قوي ومش عارفة لما والدتك تخرج بالسلامة وتسيبيني هعمل ايه من غيرك لا يتطمني مش هسيبي قاعدة على قلبي اصلي ريخي ما زي مؤمن بالضبط ما هي الطيور على اشكالها طاقة انا مش فهمة حاجة يعني ايه قاعدة على قلبي يعني يا ستي البش مهندس مؤمن قرر اني قاعدنا في الشقة اللي فوق علشان نبقى معاكو ونبقى كلنا عيلة واحدة انت بتتكلمي بجد يعني انت هتسكنوا فوقنا ظاهريا هنسكن فوقو لكن حقيقيا هنسكن على قلبك هنا في الشقة ايه رأيك بقى وهنا حضرتها جامد بجد احلى خبر سمعتو يا بيت يا مي بجد انا لو لي يا اخت ما كنتش حبيتها كده انا بحبك قوي ومي يعنيها دمعت لما شافت الفرحة على وش هنة هنة انا بحبك قوي بس وحيات اختك اللي بتحبيها فوقل نفسك وما توجعش قلب عليك اكتر من كده حاضر يا حبيبتي سدقيني اكيد لازم هفوق واكيد انت هتساعدوني على كده مش كده اكيد يا قلب اخت بصي بقى انا هنزل اجيب لب بوزداني ونسهر انوينتي وخالتي احلى صهر اممكن نلادي على مؤمن وكده خلصت حكايتنا النهاردة ويريد تقولوا توقعاتكم وما تنسوش تدعمونا بالليت والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم وليكم وتقولوا اي رأيكم في قناتنا سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة